بسم الله هنتكلم النهاردة عن اول درس في الوحدة التانية وهو درس الانعكاس والمراية احنا في اول واحدة كده تكلمنا عن الضوء وعن قسيات الضوء ففهمنا ايه هو الضوء والوقتي هنتكلم عن ظاهرة بتحصل للضوء فزي ما شفنا في الوحدة اللي فاتت قلنا ان الضوء لما بينزل على اي جسم بيحصل له تلت ظواهر بنسب مختلفة على حسب الجسم ده فبنقول يا اما بيحصل له امتصاص يا اما بيحصل له انعكاس يا اما بيحصل له انكسار فالوحدة التانية كلها بتتكلم على اللينعكاس اول درس بنتكلم ايه هو اللينعكاس ازاي الضوء لما بينزل على جسم او على سطح بينعكس والدرس التاني بيحكي على التطبيقات على اللينعكاس ده في حياتنا طيب ازاي بيحدث اللينعكاس يعني ايه يعني لو انا عندي سطح عكس وليكن زي امرأة لما الضوء بينزل عليه هل الضوء بينعكس كده ولا كده ولا كده فالعلماء لما عملوا كذا تجربة لقوا ان احنا لو جينا عملنا عمود مقام من نقطة السكوت اللي بيسكت عليها الضوء ده فلو عملنا عمود على السطح العكس ده ده كده السطح العكس ده كده اسمه العمود المقام من نقطة اللي بيسكت فيها الضوء ده فلو ان الزاوية اللي نازل بيها الضوء بتساوي الزاوية اللي بينعكس بيها الضوء الضوء فبنقول ان سيتة واحد تساوي سيتة اتنين بالبساطة دي بالبساطة دي فقانون اللي انعكس بيقول ان السيتة واحد تساوي سيتة اتنين ايه سيتة واحد دي؟ سيتة واحد هي زاوية السقوط ايه سيتة اتنين؟ زاوية اللي انعكاس فبنقول ايه هي زاوية السقوط؟ هي الزاوية ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس وايه هي زاوية اللي انعكاس؟ هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس في حاجة تانية بنقول ان زاوية السقوط وزاوية اللي نعكاس اللي اتنين دول بيقعوا في مستوى عمودي على السطح العكس يعني ايه الكلام ده يعني لو جبت حتة مرايا كده اللي هي السطح العكس وقمت جايب ليزر واسقطت عليها كده فهل الشعاع اللي هينعكس ده هيبقى بره كده واللي هيطلع من وره كده يعني لو جبت كتعة زجاج تانية عمودية كده وخليت شعاع الليزر ده ساقط عليها فبنقول ان الشعاع اللي هينعكس هينعكس برضو في نفس المستوى بتاع قطعة الزجاج دي الشعاع الساقط والشعاع المنعكس او زاوية السقوط وزاوية اللي نعكاس بيقعوا فيه مستوى عمودي على مستوى السطح العكس طيب النموذج الموجي فصر قانون اللي نعكاس قال ايه قال لما بيقع عندنا ضوء كده يعني لو وقع ضوء ابيض على سطح عكس لو عندنا سطح عكس كده وقع عليه ضوء ابيض اللي هو مكون من احمر واخضر وزرق فالنموذج الموجي بيقول ايه بيقول عندما تصل لو سمينا ان دي كده موجة سقطة واخدنا نقطة من كل موجة على مقدمة الموجة دي فبنقول عندما تصل كل نقطة على مقدمة الموجة على السطح العكس فبيحصل لها ايه هتنعكس بزاوية تساوي زاوية انعكاس النقطة اللي قبلها طب هي ايه اول نقطة وصلت نقطة R فهتنعكس بزاوية عاملة ازاي بينهم عاملين عمود مقاوم من نقطة السكوت على السطح العكس ونقيس الزاوية دي وبالتالي اللي ازرق هينعكس بزاوية مماثلة فبنقول ان النقطة اللي بعدها اللي هتسقط هتنعكس برضو بنفس الزاوية لان الاشعة كلها متوازية والاعمدة المقامة متوازية وبالتالي زاوية السكوت هتبقى متساوية وبالتالي الشعاع اللي اخضر ده هينعكس برضو موازي وكذلك الشعاع الاحمر بنقول بما انهم كلهم بيمشوا بنفس السرعة فهيقطعوا نفس المسافة في نفس الزمن احنا بنقول الكلام ده ليه بنقول كده عشان لما الموجة دي هتسقط على السطح العكس هترتد الموجة كلها بنفس الزاوية وزي ما احنا ملاحظين هنا اللي احمر كان فوق لما الضوء انعكس بقى اللي احمر فين تحت واللي ازرق كان تحت لما انعكس بقى فين بقى فوق فعشان كده لما بنشوف صورتنا في المياه دايما بتبقى مقلوبة ليه الصورة او اي حاجة بتشوفها على سطح العكس بتكون مقلوبة وده تفسير النموذج الموجة طيب هل الطول الموجي بيأثر في عملية الانعكاس فزي ما احنا شايفين الضوء اللحمر واللغضر واللزرق واي ضوء بيتبع قانون الانعكاس الطول الموجي مالوش اي تأثير على عملية الانعكاس طيب دلوقتي عايزين نصنف الاسطح يعني ايه الاسطح يا اما ملساء يا اما خشنة ولكن لما ديجي نصنف حاجة فلازم نصنفها على اساس معين ناخد مثال لو مثلا في حتة حفرة في الارض كده لما تيجي عربية تعدي عليها هل العربية دي لما تمشي هتحس بالحفرة دي ولا حاجة هتمشي ولا كأنها حصل حاجة فالارض دي بالنسبة للعربية هي سطحة املس لان ما فيهوش تجعيد او العربية ملقتش مقاومة فيه طب تخيل نفس الارض دي ولكن نملة ماشية النملة دي هتحس بايه هتحس ان هي نزلت من فوق جبل وتلعت فوق جبل وبالتالي السطح ده بالنسبة لها خشن نفس الكلام بالضبط في تصنيف الاسطح بالنسبة للضوء احنا بنتكلم دلوقتي على الضوء اللي الطول الموجي فيه فاكرين لما قلنا بيتراوح ما بين ربعمية لسبعمية ده الضوء المرقي اللي احنا بنشوفه ولكن ربعمية لسبعمية ايه نانو متر متخيلين صغير قد ايه احنا بنتكلم المتر ده الوحدة اللي احنا عارفينها اللي اصغر منها الصنطي اللي اصغر منها الملي اللي اصغر منها النانو دوت المتر في عشرة قس سالب تسعة حاجة صغيرة جدا ما نقدرش نشوفها بعينينا وبالتالي تصنيف الاسطح بيبقى وفقا للطول الموجي للدوق فبنصنف الاسطح لاسطح ملساء واسطح خشنة ايه الفرق ما بينهم السطح الاملس ده بتنعكس من عليه الاشعة انعكاس منتظم يعني ايه زي المراية يعني ايه برضو انعكاس منتظم يعني الاشقع التي تسقط بشكل متوازي بتنعكس بتنعكس بشكل متوازي طب ايه السبب في كده تعالوا نشوف لو انا عندي سطح زي ده ده كده سطح ااملس ما فيهوش اي تجعيد لما يسقط ضوء عليه اشعة ضوء متوازية فالضوء ده هينعكس ازاي قلنا ان احنا بنعمل عمود من نقطة السكوت وبالتالي ببعنهم كلهم متوازيين والاعمدة كلها متوازية وبالتالي هلاقيهم كلهم بينعكسوا بنفس الزاوية فالاشعة اللي بتسقط متوازية بتنعكس متوازية ايه السبب لان الاعمدة المقامة متوازية يبقى ايه السبب في ان الاسطح الملسائي بيحصل عليها نعكس منتزم منتزم ان الاعمدة المقامة على السطح العكس كلها متوازية وبالتالي بتخلي كل الاشعة المنعكسة متوازية طب السطح الخشم ايه اللي بيحصل فيه لو انا عندي سطحة خشم زي ده وهيسقط عليه برضو ضوء بشكل متوازي فالضوء هينعكس ازاي برضو وفقا لقانون الانعكاس اللي هو بيقول ايه زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس طيب احنا بنقول ان عند نقطة السقوط دي بعمل عمود على السطح طب السطح عندي هنا عامل كده العمود عليه عامل ازاي عامل كده وبالتالي زاوية السقوط هتساوي زاوية الانعكاس فالشقوط ده هينعكس كده طيب الشقوط التاني ده ساقط على سطح هعمل كده العمود عليه عامل ازاي عامل كده وبالتالي هينعكس بزاوية نساوية التالت ده ساقط على سطح هعمل كده وبالتالي العمود عامل كده وبالتالي هينعكس كده فبنقول الاسطح الخشنة بيحصل عليها نعكاس غير منتظم يعني ايه نعكاس غير منتظم يعني الاشعة اللي سقطة متوازية تنعكس غير متوازية او بنسميها مشتتة طيب ده بسبب ايه بسبب ان برضو الاعمدة المقامة على السطح العكس غير متوازية وبالتالي اللي ساقطين بشكل متوازي هيلاقوا اعمدة غير متوازية وبالتالي زاوية السقوط هتختلف بتاعت كل شوع فزاوية الانعكاس هتختلف فالاشعة بتتشتت طب هل الانعكاس الغير منتظم ده حاجة مش كويسة لا ده احنا بنستفاد منها ليه الورقة اللي انت بتشوفها وبتقرى من عليها الكتب دي انت شايفها ملساء ولكن بالنسبة للضوء يوه دي خشنة جدا طيب بنستفاد من ده بايه الضوء لما يسكت على السطح الخاشن ده وينعكس انعكاس غير منتظم ده بيفيدني بايه بيفيدني ان انا ممكن اشوف الورقة دي من كزا زوايا مختلفة يعني لو واحد قاعد جنبي هيقدر يشوف لو واحد قاعد ورايا هيقدر يشوف فبنستفيد من النعكاس غير منتظم ده ان احنا نقدر نقرأ الورق من زوايا مختلفة فبغض النظر عن كمية الضوء اللي سقطة على السطح الخاشن ده ما نقدرش نستعمله كاميراية ليه؟ لانه بيشتت الاشعة المنعكسة طيب تعالوا نتكلم ازاي بنشوف الاجسام في المراية يعني انا عندي دلوقتي كلمتين جداد ايه هي المراية المستوية وايه هي الاجسام فبنقول المراية المستوية ديت هي عبارة عن سطح مستوي ام لس بيانعكس عنه الدوق انعكاس منتظم ما فيهوش مشكلة طب ايه الاجسام بنقول الاجسام ديت هي مصدر الاشعة اللي هتنعكس عن المراية زي ايه؟ ممكن المصدر دي يكون مصادر مضيقة يعني انت بتقدر تشوف في المراية المصباح او اللمبة اللي موجودة في القوضة وممكن يكون مصادر مستضيقة زينا كاشخاص او زي الكتب او زي الكراسي فالاجسام ديت هي مصدر الاشعة اما مصدر مضيق بيطلع الدوق او مصدر مستضيق سقط عليه الدوق عكسه على المراية طيب تعالوا نشوف الصور المتكونة في المراية المستوية ايه الخصائص بتاعتها؟ لما تيجي تقف قدام المراية كده وتشوف الصورة بتاعتك فاولا كده الصورة اللي انت بتشوفها في المراية دي صورة خيالية تقولي ازاي يعني؟ هقولك خلينا نتفق على حاجة ودي اللي هنستمر عليها باقي الترم ده ان اي صورة في الدنيا بتتكون من التقاء شععين او امتدادهم لو الصورة اتكونت من التقاء شععين تبقى صورة حقيقية لو الصورة اتكونت من امتدادهم تبقى صورة خيالية طيب تقولي ليه الصور اللي في المراية دي صور خيالية لو احنا شفنا مسلا عصفور زي ده العصفور ده انا شايفه في المراية دي على نفس البعد طب انا شفت العصفور ده ازاي؟ هناخد نقطة واحدة بس من جسم العصفور النقطة دي ساقط عليها ضوء في عكسته وبما ان جسم العصفور ده جسم خشن بالنسبة للضوء فالضوء هينعكس من عليه بشكل مشتت فالضوء اللي هيسقط على المراية كده هينعكس كده والضوء اللي هيسقط كده هينعكس تبقى لقانون للنعكاس والضوء اللي هيسقط كده عملنا عمود فزاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس وانعكس كده طب احنا بنقول دلوقتي ان الصورة بتتكون من التقاء شععين طب هي فين الاشعة اللي تلاقت عشان تكون لصورة العصفور بما ان الاشعة المنعكسة نفسها ما حصل لهاش التقاء تعالوا نشوف امتداداتها امتداد الاشعة هلاقيه اتلاقوا ورا المراية فعشان كده بنقول ان الصورة دي خيالية يعني ايه يعني هل لما بتقف تبص في المراية والمراية ديت وراها حيطة فانت لما بتقف على بعد معين بتبان في المراية ان انت على نفس البعد ده فهل لو حد بص ورا المراية هيشوف صورتك اكيد لا فعشان كده بنقول صورة خيالية يعني ايه صورة خيالية هي صورة بتتكون من التقاء امتدادات الاشعة المنعكسة وهي صورة بتتكون خلف المرآة وهي صورة لا يمكن جمعها على حاجز عشان كده بنقول عليها صورة خيالية ما تقدرش تجمعها على حاجز يعني لو انت وقفت قدام مراية وشفت صورتك ولو انت مسكت ورقة كده صورتك دي مش هتنعكس على الورقة وتظهر على الورقة فبما انك ما قدرتش تجمع الصورة دي على حاجز حقيقي فالصورة دي بالنسبة لنا خيالية يبقى ام تقول على الصورة خيالية لما يحصل فيها الثلاث حاجات دول تكون متكونة من التقاء امتدادات الاشعة المنعكسة لما تتكون خلف المرآة لما لا يمكن جمعها على حاجز وده نفس اللي حصل هنا الصورة تكونت خلف المرآة ومن التقاء امتدادات الاشعة وطبعا لو جبت ورقة هنا كده واخدت عليها الاشعة المنعكسة دي عمرها ما هتكون لصورة فلا يمكن جمعها على حاجز فأول حاجة بنقول من خصائص الصور في المراية المستوية إن هي صور خالية وقلنا أسبابها طيب تعالوا نتكلم على موقع الصورة وطولها ونتكلم على اتجاه الصورة طيب لما أنت بتقف قدام مراية جرب كده امسق قرب من المراية مثلا وامسك مسترة واللي يكون 30 سنتي هتلاقي صورتك في المراية على بعدها قد إيه برضو هتلاقيك على بعد 30 سنتي فافهم من كده إن بعض الصورة وركزوا معي برضو في الحتة دي اللي هنستمر عليها خلال الوحدتين الجايين أي بعض بنرمزله بالرمز X طيب عندنا حاجتين عندنا صورة وعندنا جسم الصورة بالإنجليزي image فالصورة دايما هتاخد الرمز I الجسم بالإنجليزي object وبالتالي الجسم هياخد رمز O فبنقول إن موقع الصورة بيساوي موقع الجسم البعد ما بين الجسم والمراية بيساوي البعد ما بين الصورة والمراية ولكن بما إن الصورة متكونة خلف المرآة أو صورة خالية فبنحط سالب يبقى XI بيساوي سالب XO طيب هل لما بتقف قدام المراية بيبقى طولك add the tool صورتك في المراية ولا بتبان في المراية أطول ولا بتبان في المراية أقصر أكيد بتبان أطول فبنقول إن HI أي طول بنرمزله بالH أي بعض بنرمزله بالX فبنقول إن طول الصورة بيساوي طول الجسم طيب اتجاه الصورة مش أنت لما بتقف في المراية بتلاقي صورتك واقفة برضو ولا بتلاقيك مقلوب بتلاقي صورتك واقفة فبنقول إن هي الصورة معتدلة رأسيا طيب جرب طقف قدام المراية وترفع إيدك اليمين لفوق هتلاقي الشخص اللي في المراية رفع أنهي إيد رفع الإيد اللي قدامها يعني رفع إيده الشمال فبنقول إن المراية بتبقى الصورة اللي فيها معكوسة جانبية فدي كده الخصائص بتاعة الصورة في المراية المستوي طيب هو في الكتاب أثبت الاكس اي بتساوي سالب اكس او بالرياضيات لو عايز تفهمها هنقولها سريع طيب أثبتها إزاي أما طابق المسلسين دول بي واحد اي بي اتنين وبي واحد او بي اتنين ازاي عن طريق ضلع محصور وزاويتين يساوي بعض طيب الزاويتين دول ساوي بعض ازاي مش احنا عارفين إن دي بتسعين فدي معناها تسعين ناقص سيتا ومش احنا عارفين إن بالتبادل بالتناظر دي بتساوي دي والمسلس دا تسعين فمعنا كده ان دي بتساوي سيتا ار وان دي بتساوي تسعين ناقص سيتا ار طيب مش احنا عارفين من قانون الانعكاس إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس يعني سيتا ار بتساوي سيتا اي طيب تسعين ناقص سيتا وتسعين ناقص سيتا ويساوي بعض وفيه ضلع محصور فطبقنا المسلسين دول مع بعض فاطلع لإيه طلع لإن الضلع ده يساوي الضلع ده طيب هو الضلع ده اللي هو إيه بعض الجسم من المرآة يساوي بعض الصورة من المرآة وبنفس الكلام طبق المسلسين دول فاطلع لإن الطول يساوي الطول وازاي اثبتنا ان الصورة بتبقى معتادلة رأسيا احنا قلنا ان اي نقطة بيظهر صورتها من خلال التقاء شعاعين طيب الشعاع اللي طالع من راسك ده طالع شعاعين الشعاع بينعكس على عينك كده وشعاع تاني ساقط مستقيم وبيرتد على نفسه طيب الشعاعين دول هيتلاقوا فين؟ هيتلاقوا ورا المرآة وبالتالي هتشوف صورة شعرك فوق طيب صورة ايدك طالع منها شعاعين برضو شعاع ساقط وانعكس على عينك وشعاع ساقط عمودي ارتد على نفسه الامتداد بتاع الاتنين هتشوف ايدك في النص هنا طيب رجلك برضو شعاع انعكس على عينك وشعاع ساقط عمودي ارتد على نفسه الامتداد بتاع الاتنين هيتلاقى هنا فبتشوف رأسك فوق ايدك في النص رجلك تحت في الصورة بتكون معتدلة رأسيا وده اللي بنقول عليه لو انت رفعت ايدك اليسرى هتلاقي في الصورة الشخص رفع ايده اليومنا فبنقول ان هي معكوسة جانبيا ولكن معتدلة رأسيا طيب هنحل مع بعض المسألة ديت المسال ده بيقول لو اصطدم شعاع ضوئي بمرقاة مستوية بزاوية مقدارها اتنين وخمسين فزاوية السقوط بالنسبة للعمود المقام بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي اتنين وخمسين لو قدرت المرقاة بزاوية مقدارها خمسة وتلاتين لما بدور المراية ايه اللي هيحصل المراية هتدور وكمان العمود المقام هيدور بدل ما كان العمود المقام عامل كده فالعمود المقام الجديد بقى عامل كده واكيد الزاوية بينهم برضو خمسة وتلاتين طيب حول النقطة اللي تصطدم عندها الشعاع بالمرقاة بحيث قلت زاوية سقوط شعاع الضوء يعني انت كان ممكن تحرك المراية دي خمسة وتلاتين كده او خمسة وتلاتين من كده طب لو انت كنت تحركت المراية كده بالعمود المقام كده كانت زاوية السقوط هتزيد ولا هتقل كانت هتزيد ولكن هو بيقول انت حركتها بحيث قلت زاوية السقوط فانت هتحركها الناحية التانية بحيث ان العمود يكون كده فزاوية السقوط اللي هي الزاوية بين الشعاع الساقط والعمود تكون اقل فحركناها مع عقارب الساعة خمسة وتلاتين درجة طيب ما مقدار زاوية دوران الشعاع المنعكس يعني هو عايز يشوف الشعاع المنعكس الجديد ضرب زاوية ايه جميل تعالوا نجيب اصلا زاوية الانعكس الجديدة بكام انا دلوقتي كانت الزاوية ما بين الشعاع الساقط والعمود دي كلها كانت اتنين وخمسين دورت المراية فضار معاها العمود فالعمود الجديد بقى كده والعمود ده دار بزاوية خمسة وتلاتين فمعنى كده ان زاوية السقوط بقت كام دي كلها اتنين وخمسين ودي خمسة وتلاتين يبقى تنين وخمسين ناقص خمسة وتلاتين بكام بسبعتاشر وبالتالي زاوية الانعكس الجديدة هتساوي سبعتاشر طيب انا عايز اعرف كل دي بقى بكام حلو لو احنا جبناها بره كده فهي عبارة عن كام زاوية عبارة عن زاوية الانعكس القديمة اللي هي ما بين الاحمر والعمود المقامي القديم اللي هي كانت اتنين وخمسين وما بين الزاوية اللي انا عايزها دي واجمعهم على بعض هتبقى زاوية دوران الشعاع المنعكس طب اجيب الزاوية دي ازاي ممكن اجيبها بكذا طريقة انا عندي دي كلها خمسة وتلاتين ودية سبعتاشر يبقى دي كام خمسة وتلاتين ناقص سبعتاشر بتساوي تمنتاشر هجمع تمنتاشر على اتنين وخمسين تبقى سبعين درجة وتبقى دي الزاوية اللي دار بيها الشعاع المنعكس وممكن عندي طريقة تانية انا عندي دي كلها اتنين وخمسين وعندي دي سبعتاشر وعندي دي كمان سبعتاشر يبقى الزاوية الاخيرة اتنين وخمسين ناقص سبعتاشر ناقص سبعتاشر برضو هتساوي تمنتاشر سواء بالطريقة دي او الطريقة دي هيتطلع علينا ان الشعاع المنعكس زاد دورانه بمقدار سبعين درجة اتمنى يكون اول درس مفهوم واشوفكم على خير